موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدين الأكارم وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة برنامج كشف حساب تسعى الحكومة العراقية إلى تطوير القطاع الخاص عن طريق إنشاء مجلس لتطوير هذا القطاع لكن إذا أنا ردت أخلي قانون أو أسوي هيا عامة لازم أخذ رأي كل الجهات القطاعية اللي من الممكن أن تطور القطاع الخاص يعني بين قوسيين أنا لازم أنزل إلى أدنى المستويات وإلى أدنى الدرجات حتى أعرف المتطلبات الحقيقية لأنه ممكن يجي واحد صال أسبوع يشتغل ينطيني فالنصيحة مهولة يخليني أغير كل الفكرة بمعنى آخر أن الحكومة يجب أن لا تكتفي في مرحلة كتابة القانون وأقرار القانون والعمل بالقانون وحتى لما تريد تعدل القانون أن لا تكتفي فقط بالاتحادات والنقابات لا لازم تروح إلى القطاع الخاص وتسأله وتستشيره وتقعد وتلتقي وتسوي وتطلع بحصيلة تفيد القطاع الخاص كلنا نعرف أنه لحد الآن نعمل بقوانين قبل عام 2003 وهذه القوانين قوانين غلبت عليها السما والصفة الاشتراكية بمعنى أو ما يعني أنه لحد الآن القوانين التي تكتب تنشط القطاع الحكومية على حساب القطاع الخاص تنشط الاتحادات والنقابات على حساب القطاع الخاص أنا خلينا والله اليوم أحلي عن النقابات من تنشط هذه الاتحادات والنقابات معناتها أنه أنا ما أخذت رأي القطاع الخاص أكو قطاع خاص صحيح هو مثلاً منتمي إلى نقابة أو اتحاد معين لكن هذا لا يعني أنه هو منتميلة فعلياً يجوز هو لأنه منتميلة بالإسم ممكن واحد يقول خلاص نحن نروح مثلاً نقابة المهندسين نروح نقابة أو نروح لاتحاد الصناعات أو كذا وخلاص ناخذ من عدن المعلومة لا هذا مصحي أنا يجب أن أنزل إلى كل المهندسين مثلاً وأنزل إلى كل الصناعيين وأعرف شنو متطلباتهم وشنو احتياجاتهم ذاك الوقت راح أقول أنه أنا ممكن أن أطور القطاع الخاص زين من جانب آخر هل من الممكن أن يلبي القطاع الخاص طموح القطاع الحكومي اليوم عدا نشوفكم مشاريع مشاريع جهد خدمي مشاريع فك اختناقات مرورية باشرة عندي طريقة تنمية وغيرها وعندي ميناء الفا وعندي خط سكك حديد من أقصى العراق إلى أقصى هذا القطاع الخاص ممكن يلبي متطلبات القطاع الحكومي يعني ممكن أن يستحاجة القطاع الحكومي هس مثلاً القطاع الحكومي لحد الآن مو بحثي رشاد لحد الآن يمارس دور المستثمر ويمارس دور المقاول ويمارس دور الإحالة وكل شيء وهو اللي دايبني بفلوسه بس هل ياترى أنه ممكن القطاع الخاص يلبي ما يريده القطاع الحكومي هذا واحد من تساؤلات التي يجب أن نبحث عن الإجابة عنها وسأبحث بهذه الإجابة وإجابات أخرى مع الأستاذ خالد الجابري رئيس مؤسسة أصول التطوير والتنمية المستدامة والتي تطلبني كل شيء حياك الله قال أنا وسألهم كل الهلة حياك الله يا أنا وسألهم كل الهلة من زمان ما التقيني يا الله من زمان كلش ما التقيني بس إننا نجمعاً صار صار ملفات كثيرة صار ملفات كثيرة حياك الله وراحب لك ورات أخرى الله يحفظك نحن نشوف عندكم تحركات كبيرة جداً خلال الفترة الأخيرة وهذه التحركات ما أجت هكي يعني بليلة وضحاها جاءت بعمل جاد ومخاطبات ومناشدات وأنا يسميكم مثلاً المهندسين المبعدين أو الاستشاريين المبعدين اللي لكم رأي والرأي كان واضح حتى بما صدر أخيراً حول مجلس التطوير القطاع الخاص واللي فرضت بي رأيكم أيضاً طبعاً بالقوة مو بالقوة بالقوة كأنه ما جبر ووصل إلى نتاجة راح نستعرض إحنا تفاصيل خليني أبدو أكمل ما انتهيت به أخيراً في المقدمة وأقول أنه هل من الممكن أن يلبي القطاع الخاص حاجة القطاع العام باعتباره الآن هو الذي يدير المشاريع أشكرك على الاستضافة وأشكر قناتكم الكريمة ومشاهديك الأكار حياك الله حقيقة القطاع الخاص اليوم أمام تحدي كبير نصف الصورة مثل ما تفضلت نصف الصورة اليوم نصف الصورة أمام القطاع الخاص ونصف الآخر أمام الحكومة الحكومة دي نشوف مشاريعها بخصوص فك الاختناقات المشاريع استعرضتها حضرتك زائداً مشاريع المدن السكنية اللي هي تقدر بـ 1.5 مليون واحدة سكنية يعني مليون ونصف واحدة سكنية رقم مو قليل ونحن كبنية تحتية بالقطاع الخاص اليوم ما عدنا نحن مؤهلة أنه نشتغل بهذا الجهد نعم يعني احنا ما عدنا معامل للألمنيوم ما زلنا نستورد الألمنيوم للزجاج والشبابك عفواً وللأبواب ما عدنا تقريباً ألف وكسر معامل طابق صغير يحتاج أنه نذني المعامل للطابق الصغير استراتيجية ومعامل كبيرة حسب دراسة عديناها بسيطة بالمؤسسة تحتاج تقريباً بحدود 300 إلى 250 إلى 300 معامل طابق استراتيجي تحتاج أنت إلى معامل أبواب ما عدنا معامل إخواي معامل ايه ركزي على اللي ما عدنا شنو اللي ما عدنا معامل سيرهميك ما عدنا صارت كنقرن تشتغلونه تعالوا نشط القطاع الخاص وهس تجدوا اللي ما عدنا ها فإحنا بالإضافة إلى هذا ما عدنا حتى يادي عاملة زين مدربة فلهذا السؤال اللي احنا طرحناه قبل فترة أكو مشاريع صارت قبل 20 سنة زين وبعض الناس قالوا أنه هاي مشاريع كبيرة وديساهم القطاع الخاص أين اليوم مساهمة القطاع الخاص الإيجابية بهذه المشاريع يعني ها خلال 20 سنة وصلنا إلى عملية الاستيراد حتى نستورد العامل البسيط ما قدر هذا القطاع خلال 20 سنة اللي قال إنه إحنا قطاع خاص ودنسوي ودنعمر وكذا ما قدر يسوي لي عامل ذو مهارة ما عرف هذا هو نسأل بهم لا أين العرب ما هو هنانا السؤال إنه هذا القطاع الخاص يعني أكلوا عين اليوم بالعراق الحقيقة قطاع خاص أكل قطاع خاص تنموي اللي هو إحنا آن نطلق لليوم الشركات المتوسطة حق هاي جدا أطلق لها هو يمكن كبيرة يتطلع إنه إحنا ما عدنا معيار شن المتوسط وشن الكبير وشن الصغير وشن الصغرى بالتعريف حكومي واضح رسمي ما عدنا متشابكة الأشياء فيما بينها هل هو معيار على رأس المال هذا غادر العالم على رأس المال اليوم أنت تقدر تفتح شركة بسيطة برأس مال بسيط ولكن إرادها عالي لأنه هي ابتكارية مثل الشركات اللي تصير بالعالم فيصير التصنيف على رأس المال على العفوان على الإيراد زين أم هو على عدد العاملين أم هو دعا خلينا اختصر عليه هو اعتمادا على كل شيء إحنا ما عدنا يعني ما عدنا في التجربة نوعية ما عدنا بالعراق لقطاع خاص مطور أو مطور بالمناسبة تنقصنا الكثير معاملنا اليوم شنو ينقصها مصانعنا اليوم شنو ينقصها هل يا ترى المعامل 250 إلى 300 معمل طابق استراتيجي انتقلت نحتاج نحتاج لها معامل ألا من يوم معامل سجاج معامل سيراميك شكرا جزيلا معامل هذه المعامل إن أنشئت معامل كهرباء بالمناسبة ستنشئ وفق المواصفات والمقاييس العالمية من سيقرر إنه فعلا هذه المعامل راح تكون معامل استراتيجي وفق المواصفات العالمية أنا أشكرك على هذا السؤال حقيقي وطرح يعني وأشكر لجنة الاستثمار بالبرلمان وأخص بالشكر النائب حسين السعبري سيد النائب تحياتنا إلي لأنه أكو قانون الاستثمار الصناعي في أرواقة البرلمان ومؤسستنا طلعت عليها ويحكينا ويا السيد النائب قلنا لا أكو بند ما موجود بهذا القانون أي بند البند اللي هو يمنح الاستشاري لهذه المصانع يجب أن يكون استشاري موجود بهذه المصانع استشاري محل تعرف العمل الاستشاري بالعراق اندثر بسبب ضعف التشريعات يعني هم أقصدق قانون تطوير القطاع الخاص لا لا قانون استثمار الصناعي لا لا ما العلاق يعني بقانون الاستثمار الصناعي ما أكو فقرة قانونية تقول أنه كل معمل يجب أن يكون به مستشار حسنا حاليا نضافت احنا كمؤسستنا بعد النقاشوية سيد النائب ضافها مشكورا هاي الفقرة فصار أنه لازم ينتدر باستشاري محلي وفي حالة الاستشاري المحلي ما عنده الاختصاص نروح على استشاري أجنبي بشراكة مع المحلي لرفع الخبرات المحلية لإعداد المخططات وإعداد الدراسات الجدوى والتدقيق والمصادقة وكافة التفاصيل الأخرى هاي المادة انضافت طبعا هاي المفروض المادة ينتبه عليها الجهة القطاعية اللي هي معنية بهذا العمل ولكن جهة القطاعية ما انتبهت عليها من هي الجهة القطاعية تحاصل صناعات لها النقابة لا المفروض النقابة النقابة إنه هي التجاول المهنة وهي هذا قانون زين العموما المهم السي القانون مشه وانضافة المادة لا لا بس دقيقة خلييني شوية أرجع وه resurrect للحظة كتابة ومن هو كتاب القانون لجنة استثمارنيابية استنادا على ماذا على قانون عندنا قديم زين بالثمانة عن وتسعين زين واحدثوا علينا الفقارات بما يتطلب العمل وشون اللي حدثوا علينا قانون ثمانة عن所以呢 قانون اشتراكي فهي أحدثوا علي الفقارات مما يتطلب العمل واقتها والمادة خمسة وعشرين استندوا على المادة خمسة وعشرين عن الدستور إنه نقتصاد الإقتصاد اقتصاد بالدقائق الأخيرة نتبهنا على هذه القضية لأنها قضية حساسة وشبيرة لأنها تجرنا إلى نفس المشكلة ما القانون الاستثمار سنة 13 إلى 2006 الذي أيضاً لا يذكر للإستشاري وخلّه الإستشاري تحت المستثمر أنه يتحكم به ويطيله المفروض لا الإستشاري ليس المستثمر يتحكم به الجهة المستفيدة النهائية تتحكم به صاحبة الأرض زين حسنا يجي واحد يقول لك أنا من أريد أنشئ معمل مثلاً أو مصنع أروح لنقابة المهندسين أو أروح للمكاتب الاستشارية اللي تابعة لي وزارات ودوائر الدولة المختلفة ليش الاستشاري خاص يعني تابع القطاع الخاص لأنه إحنا اليوم أحسنت على هذا السؤال فتعدي عندك قانونياً بالعراق عندك القانون مكاتب الاستشاري حكومي وعندك قانون مكاتب الاستشارية قطاع الخاص قانون الاستشاري لمكاتب الحكومية هذا القانون يطل خبرة التطبيقية والمهنية لكادر التدريسي بمعنى هو كأنما بيضيف لهم جزء عملي بحياتهم القانون ما القطاع الخاص لا يعني أن يقدم استشارات إلى يقدم ولكن بيضيف ميزة القانون القطاع الخاص لا الغرض من عنده الاستفادة من الخبرات بتنمية المشاريع فلهذا تلازم تروح على استشاري محلي طبعاً إحنا ما حددنا استشاري محلي حكومي واستشاري محلي قطاع خاص أي استشاري محلي هاي غير قضية هاي مشكلة ثانية هاي غير قضية لأنه إنتهي إحنا دا نسعى كمؤسسة اليوم دا نسعى بحل هاي المشكلة لا هذا التشابك ما ممكن يوحل لا ممكن يعني هونالك دمج بالقانون وهي المشكلة مني راح يروح للنقابة وحشيها بصراحة وأني أكثر من مرة أوجه نداء أيضاً إلى سيد الفقار حوشي نقيب المهندسين العراقيين هم راح يروح للنقابة المستثمر أو صاحب المعمل أو كذا والنقابة هي بكيفها راح تحدد يجوز النقابة تقول لأني بالمكتب الاستشاري اللي عادي اي مونسة هاي أي معناتها أيضاً يعني تم أبعاد هاي مونسة نروح إلى نقطة أخرى باجتماع الأخير ويدولة الرئيس نفتح هذا الموضوع ووجه دولته إلى حل هاي المشكلة حقيقة وده نعمل اليوم ويهيئة المستشارين مشكورين بحل هذا المشكلة وحدة من المشاكل هي أنه أكو قانون طلع من يدري بي يعني حقيقة القطاع الخاص ما يدري بي يا قانون قانون تعديل لقانون مكاتل الاستشارية القطاع الخاص والقطاع الخاص ما يدري بي فهيئة المستشارين المشكورة استجابت أنه بيسحب هذا القانون وعرضه على القطاع الخاص لأنه هاي النقابة يعني يبدو أنه سوته وارسلته فلازم يطرح بورش عمل يطرح على أصحاب المصلحة لأنه تعرف أصحاب المصلحة اليوم هذه المكاتب فإحنا الجانب الصناع نرجع النقابة تمثلكم هذا مستهداف بس أنا أقول إذا مثل قانون يقدم بهذه الطريقة لا تكون لحيادي لا هي ما بيحيادي القانون يتقدمه هو من مقدمه أنا جيتها كم للأخير النقابة مقدمته اي بس هو بدون ما تأخذ رأيكم لا لا إحنا حكيناها زي أمام النقاب يعني هاي حس البرلمان من ديريدي سوي قانون زي أول شي صيح الجهات المعنية بهذا القانون صاح يا بتعالوا هذا القانون هيش حنسوي شل رأيكم فأنت لازم أول شي من يتعدل قانون لازم نصيح أصحاب المصلحة يا بتعالوا هذا حي النسخة عدكم تعديل عليها عدكم ظافة عدكم زيادة ويعرض بورش عمل بندوات باجتماعات أنت ما يصير أنا اليوم واحد يقرر عني ليش تقرر عني أنا عندي وجهة نظر وعندي رأي حساني قلت بالمقدمة بس خليني هو ما يصير طبعا واحد يخالف ما قاله بس خليني أأخذ وجهة النظر الأخرى أنه عني ذا عندي نقابة هي ممثلة عن وجهة نظر الهندسية والاستشارية وغيرها ليش أنا لازم أروح بعد لكل الأطراف الأخرى حتى أسأل هذه النقابة بها جمعية عامة وجمعية العمومية تنتخب النقيب وهو الذي يمثل إرادة المهندسين وإرادة الأصحاب الاختصاص وغيرها فمن يكتب القانون المفروض أنت عندك ثقة به النقابة هنا دورها تجيب حقوق المهندسين تدافع عنهم وفق أذرعتها وقانونها ولكن نحن اليوم لدينا تعديل قانون هذا تعديل قانون يدخل بالجانب الصناعي ويدخل بالجانب القطاع كل القطاعات حقيقة ليس صناعي بكل اسكان وكل القطاعات لذلك أنه أنت لازم تأخذ رأي أصحاب المصلحة يعني هنا الآراء كبيرة أكو ناس أصحاب خبرة اللي هم القطاع الخاص هم أصحاب خبرة بهذه القضية فلازم نأخذ رأيهم فنرجع للجانب الصناعي نحن اليوم بالجانب الصناعي أمام القطاع الخاص حقيقة اليوم فرصة كبيرة للتحول من الحالة الاستيرادية إلى الحالة الصناعية الحكومة يعني نحن سونا ورشة الحكومة سوت ورشة يوم 25 12 ودولة الرئيس قعدوا يصناعين وسمع كل الآراء يوم 27 12 27 عفوا 25 2 يوم 7 ورى يومين أقل من 48 ساعة حتى حقيقة صدرت كل القرارات التي تعاني منعدها الصناعين صدرت بقرار مجلس الزراء لذلك اليوم اليوم تمليك الأراضي تمليك الأراضي واختغفية سعر الوقود 300 دينار 750 اعطاء الحصة الوقودية تمليك الأراضي الزراعية تخصيص أراضي زراعية للمعام وهي تفاصيل حقيقة هاي اليوم هذي بادرت خير لهذا احنا اليوم بالمؤسسة دا نبدي نشتغل بقضية انه حنتحول يعني الى المستوردين دا يتحول يبدون يتحولون من الحالة الاستيرادية للحالة التصنيعية استاذ محمد قلت اليوم عندك مليون يعني خلنا نترك كل المشاريع بس خلنا نركز على مشاريع المدن اللي هذي تتبناها وزارة الإسكان والإعمار مشكور مع الوزير بنقين ورئيس هيئة المدن استاذ حامد اليوم دا يتبنون مليون ونص وحدة سكنية مليون ونص وحدة سكنية مرقم خليل يعني بالأخير صح هاي تحتاج جملة كبيرة من المصانع تحتاج جملة كبيرة من التجهيز المرئيس الوزراء قالهم تعالوا جيبوا مصانعكم الشركات الاستثمارية قالهم جيبوا مصانعكم ولا وسائل ليش هي هاي المصانع هتكفي أنت تحكي على مليون ونص يعني كل واحد يبني مجمع سكني يجيب معملة أنت بدأت تحكي على مجمعات أنت تحكي على مدن زين المدن يعني يعني مليون ونص وحدة سكنية يعني إذا دا نحكي على كل وحدة سكنية يبعدون بها خمسة فأنت الرقم هيصر الرقم مخيف حقيقة صح فأنت اليوم تتحكي على هذا المستوى هذا المستوى يحتاج مصانع متعددة أكو حالة من النمو الاقتصادي حصير بالإضافة إلى هذا أيضا إحنا رفعنا طلب والساد المستشارين اللي يشتغلون علي بإذن الله أنه أن اليوم لازم أرجع التعليم المهني بالعراق حقيقة لأنه أنا في هاي الثورة الصناع العمرانية محتاج محتاج بس خليني شوي وهذا هسا أنت رح تفتح لي باب ثاني ومحور أيضا مطول بخص مصادر الموضوع لازم أخصص لحلقة بس خلينا نتوقف فيهاك نقطة معينة كيف تقيم بناء على كلامك كيف تقيم المشاريع التي تقام الآن بجهد حكومي كمشاريع مثلا جهد هندسي وخدمي ومشاريع فك الاختناقات المرورية اللي هي الأبرز الآن اللي شاهدها العراقي البغداديين تحديدا تجربة انتقلت إلى نينوى تتاوأم ربما حتى في ذيقار إذا إحنا ماعد نقطع خاص نشط شوان لحد تشتغل هاي كيف تقيم النجاح أو فشل هذه المشاريع لا النجاح وفشل أنت تحتي نجاح وفشل مشروع هذه إحنا نحتي بجزئية المشروع الجزئية ما تنعكس على المشروع ككل إحنا نحتي على الجزئية اللي هي هاي المشاريع السطعاش طبعا أنت تعرف هي سطعاش مشروع بالأخليل سطعاش مشروع ما نفكر اختناقات هي سطعاش مشروع هاي سطعاش مشروع جمالا هي تعتبر صغيرة على جسم دولة مثل عراق صح فإنت بهاي سطعاش مشروع إحنا بدينا نشوف أكو مشاكل لازم تحل لذلك بدت الحكومة تروح باتجاه يابا تعالوا خلنطي تسهيلات تعالوا خلنطي تحولوا إلى الحالة الصناعية تعالوا تحولوا إلى آخره إحنا اليوم بهذه السطعاش مشروع زينا تخيل أنا عندي حتى أطبق التصميم الأساسي اللي وحنا حشينا عليه هوايا في وقتها بس خلن نرجع على التصميم القديم إذا أريد أطبق التصميم القديم أريد يعني مزارة الإسكان تفتح أكثر من هاي المشاريع إحنا أنا شحيصر نتورط ها فلذلك لازم الثنين يمشون بتوازي وهذا اللي سيصير لذلك إحنا اليوم أنا قلت لك بالمؤسس كيف الآن للحكومة أن تتوسع بالمشاريع وهي معدل إمكانية بصراحة إمكانية شنو إمكانية في تقديم الدعم الدعم المواد والدعم اللوجستي الدعم الهندسي إيوالي هذا دا يصير تروح باتجاه الحالة استيرادية أنت خلو ما تبطل بالأخير خلو نكون منطقيين آهان هداي دا سوي أنا عندي فلوس وعندي مشكلة وعدي احتياج زيان أبطل فإهنانا أبدي أطيك فرصة وهذا دا يصير بدت تطينا فرصة وبنفس الوقت هيا دا تبدي تشتغل باتجاه التنمية هذه المشاريع لأنه أنا اليوم مشاريع فك الاختناقات أو مشاريع مثل ما تفضلت الجهد الهندسي أو مشاريع المدن شوانها مشاريع المدن مشكلة بالسكن وعدي مشكلة بالمرور يعني البارحة اجتمع وزارة الإسكان كان أنه الفوائد الصفرية للحافلات أنه أكو فكرة أنه يصير أكو فوائد صفرية للحافلات طبعا هذا كله أنت تلاحظ حافلات يعني أنت تريد تشتغل مشروع حافلات والحكومة تبطيك فوائد صفرية أو فوائد قليلة يعني على القرض قرض حتى تبدي تشتغل لأن الحكومة بالأخير لا تستطيع تستطيع كل شي لازم هي تطيك فلوس أنت تروح تشتغل بها وبدأ يشتغل يعني أنت لتلاحظ أنه كل المشاريع لا يعني هسا اللي يشتري لها كوستر أو منشأة لا لا دعنا نحجة على النقل العام النقل العام عملية تفعيل النقل العام والقراجات فأنت اليوم أنت لتلاحظ كل هالمشاريع تتعلق ب خدمات دع تروح أنه هي معطلة صارها عشرين سنة يعني أنت النقل العام مفروض إحنا عدنا قراجات المفروض إحنا عدنا جسور المفروض إحنا عدنا مجسرة هاي كلها عشرين سنة تماما وجودة عندك هسا بديت تفتحن بالأضافة إلى عندك زيادة سكانة قيمتها 2.5 بالسنة اللي هاي هلقا مهون جدا صح ما تتحمل أي دولة يعني فهاي الزيادة السكان يعني نشوف هكو طريفة أنه أنت من 1900 الحد 2023 يعني تقريبا 123 سنة وصلنا 50 مليون المتوقع من 23 إلى 50 اللي هي أقل من 25 سنة متوقع أنه نوصل 100 مليون 100 مليون فأنت بخلال 20 سنة هتوصل ما وصلت خلال تقريبا 123 سنة فهنا لازم نبدأ ننتبه يعني هذا كلام لازم نصوم مشاريع من هالستراتيجية تفيدنا بعد 25 سنة لأنه أحسنت لأنه أنت اليوم إذا 25 سنة نصير 100 مليون متوقع هاي توقعات إن شاء الله توقعات هاي ما تكون دقيقة جدا بس إن شاء الله ما تكون دقيقة جدا والله اليوم أشوف يقول لك أنه هذا الجيل المقبل سيكونوا كلهم أغنياء خليه يا الله يصورون 100 مليون وكلهم أغنياء ما يخالف يا الله يا الله إحنا هاي العملية هاي العملية يعني تخليك اليوم لازم تنتبه على البيئة تنتبه على الكادر الكادر الوسطي اللي هي التعليم المهني وغيره تنتبه على قضايا التحول الرقمي تنتبه على هاي أشياء لازم تنتبه عليها لذلك أنت اليوم أمام حقيقة أمام تحدي كبير هذا التحدي يكمن في تفعيل حقيقي لدور القطاع الخاص الحقيقي قطاع الخاص التنموي يعني أنا سماء إذا جيب أسماء شركات عندنا بالمؤسسة حتى لا سوي دعاية ولكن حطيك مواصفات بعض المواصفات يعني إحنا اليوم عندنا قطاع خاص لم يصلط عليها الضوء لغاية قبل شهر اللي هو اللي هو إش ديسوي ديسوي مراكز تدريب على حسابه مراكز تدريب مجانية يجيب شباب يدربهم على موضوع معين هو يتعلق بعمله ويدربهم بلاش بدون أي مقابل ديسوي عمليات تطوير لكوادرة اللي إذا تشتغل وياه ديسوي عمليات تدريب خارج البلد وداخل البلد حتى يطور من المنتجات اللي دي يشتغل بها صح هو قطاع خاص استيرادي أنا ما أقول لك هذا دي صنع بالبلد لا هو قطاع خاص استيرادي ولكن من جدت الفرصة أن يتحول إلى قطاع خاص تنموي تصنيعي محلي ما قال لا رأسا بادر يعني هاي اللي نتخيل أنه يكون مشكلة بين التاجر والصناعي بطلعت ما موجودة لا موجودة طبعا لأنه أنت اليوم أكد قطاع خاص تنموي وليش دي أقول لك خلال عشرين سنة أكد طبقة من القطاع شوف هاي الطبقة ما يقولون التجار هم اللي كانوا يحاربون الصناعة هاي كلام مو كلامي هذي استاذ انت سامح هذا المثل اي طبعا سامح هاي استاذ محمد احنا أكد قطاع خاص لم يصلط عليها الضوء شين هو هذا القطاع الخاص هذا طوال عشرين سنة هو كان يلبي لك الخدمات زين بس ما كان يقول لاني كبير ولا كان يقول لاني شين نطيني مثل مثل هو دي سوي لك التكسي زين خدمة التكسي هو دي سوي لك الديليفري زين هو دي لما انت تبني بيت هو دي يجيب لك الغلوب زين هو دي يجيب لك الطابوقة زين طبعا على امكانياته ما دي أقول لك انا امكانياته عظيمة زين هو دي يجيب لك الكاميرا ينصب الكياه بالبيت هم هو دي أسس لك هذا الاستوديو بس هادش دي يقول عليا دي يقول لن pois انا مو كبير انا قطاع خاص مو كتاب ولكن اكو حدا يقول لك انا قطاع خاص كبير هذا كان مسلط علي الضوء هذا الوسط لا حد مشلط علي الضوء هو اللي يبني اللي هو دي يبني هو دي يبني فعليا زين هو دي يشتغل بيدة هاليوم احنا لازم نسلط الضوء على هذا واللي الحمد لله والشكر بدنا نسلط الضوء علي هذا من تبدي تسلط الضوء علي ذاك الوقت توقع من عنده هذا تنمية ليش ليش لأنه هذا عنده خبرة متراكمة طب بعملية الله نذكرها ولا تنعاد بداية الألفيانات الحروب اللي صارت وبالألفين وارباطعش الطائفية لا الداعش الارهابي والأزمة المالية اللي صارت والتذبذب مال الدولار هذا كلها عاناها وصمت بيها ما طلع من السوق وهي مهمة بقوا العراقيين يبنون ويأكلون ويشربون إذن عنده سياسة وفكر الصمود أمام التحديات إذن هذا صار عنده خبرة هذا صار عنده لعشون يقولون هالدولة لو عندك واسطة وتشتغلها واذا ما عندك واسطة لو حقعت بالبيت لأن هذا مسلط عليه حتى الشركات يعني الشركات حتى هذه الشركات الصغيرة المتوسطة المدفونة ما تشتغلها ما عندها واسطة وقلت لك آي ما يلي جيب اسماء طبعا هاي الشركات إحنا من نجيب اسماء هي شركات كبيرة اذكر لي واحدة واخذ ما عندك فلوس إعلان لا ما حذكر ولا واحدة بس هاي الشركات اليوم من دنيجي نسلط عليها الضوء هاي الشركات صمدت خلال عشرين سنة بالحقيقة مو بس صمدت صمدت ونمت مو فقط صمدت هاي الشركات المفروضة أني أمطيها زمام المبادرة ليش؟ لأنه هاي تقدر تنمو صار عندها خبرة بشتل الوسائل فإحنا وهسه إحنا كمؤسسة اليوم دا نحاول ونطلع القطاع الخاصة الاستشاري هذا هم لازم يطلع للساحة نبدي نسلط علي الضوء ذاك الوقت تبدأ تصير أكوتنمية وتحس بيها وهسه إحنا بشكل تدريجي إذا المعامل تبدأ تيجي للعراق وتبدأ تشتغل حتصير أكوتنمية حقيقية وانعانع من الناس عندي هسة ثلاثة أعضاء بالمؤسسة أربعة والله تقريبا تعاقدوا على أربعة معامل بس ما أقول لك شنان لأنه هذا تعرض بعد الاستوديو أقول لك شنان طيب هسألي أنه إحنا عدنا الملفات كثرانة فراح نطيك المجال لأنت أفتح ملفا أخيرا بعد أنت بكيفك واي شنفتح؟ معطيني ملف واحد تعليم المهني المهني لأنه هذا بدونه هذا أحد أهم أسلحة المعركة التنموية خلي شوفون مصر ليش ناجحة بالصناعات لأنه إذا تجربة تعليم مهني ناجحة أي هذا أهم أهم أسلحة بالمعركة التنموية أنت اليوم بدون كوادر بدون كوادر متعلمة ومدربة بشكل حرفي ما ممكن أن تقدر تستمر لذلك بالمناسبة التعليم المهني اليوم خلي أشرح في قضية أنا قدمتها دراسة حقيقة وهسأ يعني بقيد المناقشة إحنا عدنا حشرحة باختصار زياد عديش كم دقيقة يعني نقول دقيقتين شوي طيني أكثر إحنا اليوم الطالب بدي يتخرج بدي يروح إلى مجلس الخدمة الاتحادي وهذا منطقي لأنه ماكو يدور تعين أكيد ماكو طريق آخر مو يدور تعين هو تمطيت طريق آخر بس التجدس سوي هذا الطالب أما خريج إعدادية أو خريج كلية أو حرفي غير متعلم غير متعلم أوكي هاي ثلاثة أصناف عندك هاي ثلاثة أصناف كلها تريد تروح المجلس خدمة الاتحادي السبب عدم وجود كيان آخر هذا اللي احنا قدمنا هذا اللي عبدور التوازن بيضة القبان بالضبط هذا اللي احنا قدمناه المن قدمناه للحكومة أنه لازم يصير أكفة شيء موازي بالقطاع الخاص يشبه مجلس الخدمة الاتحادي هذا الطالب ممكن يفوت من خلاله وهذا يتصل بكل ممثليات القطاع الخاص مسجل الشركات الاتحادات مجلس تطوير القطاع الخاص المزمع عقدة المفروض دور وزارة العمل هذا بصراحة لا وزارة العمل جزء من هذا لا وزارة العمل جزء من هذا يساعدها شكي لك تجربة هم تسورش وتعلم وتنطي احنا دريحك تعليم مو تدريب التعليم اللي هو 3 سنوات زين لما نقاني اجي اعداديات الصناعة احسنت اعداديات الصناعة والمعاهد اللي هي المعاهد في سنة 2018 قلبا من معاهد الى كليات تقنية هذا اللي سوى تثبيت بعملية التنمية المدارس المهنية لذلك لازم اكو يصير جسم جديد واللي هو احنا قلت لك قدمناه في الدراسة هذا الجسم يجي الطالب اذا يعده خيارا اما مجلس الخدمة اذا عنده مجلس خدمة مجلس خدمة ما عنده يروح الى هذا الجسم الجديد هذا الجسم يبدي يربطه بالقطاع الخاص وبكل ممثليات القطاع الخاص ويبدي يلقاله فرصة عمل هذا حيسحب البطالة من السوق حي اولا يسحب بطالة زائدا يخلق فرص عمل احنا عندنا مشكلة اليوم بالتعليم المهني بالعراق مناهجنا شوية عتيقة وشوية هواية عتيقة ورشنا يحتاج لها التحديث ومدارسنا قديمة خلينا ننطل شوية قطاع الخاص ومخافز علينا التدافع عن قطاع الخاص ايضا شوية فرصة لصحاب المطاحم هذا اللي شغل الجيش من العاطين شكرا جزيلا اشكرا اشكرا